كانت التحذيرات واضحة لكنها ذهبت كلها أدراج الريح فقد حذر خبراء منذ فترة طويلة من أن الفيضانات تشكل خطرا كبيرا على سدين شهد بهدف حماية نحو 90 ألف ساكن في شمال شرق ليبيا ودعوا مرارا إلى إجراء سيانة عاجلة للسدين ففي دراسة نشرت عام 2022 في مجلة جامعة سبه للعلوم البحثية والتطبيقية الليبية حذر خبراء من أنه في حال حدث فيضان كبير ستكون العواقب وخيمة على سكان الوادي والمدينة وقد تحققت تحذيراتهم في الساعات الأولى من 11 سبتمبر عندما استيقظ سكان درنة على انفجارات مدوية قبل أن تضرب الفيضانات العارمة المدينة الساحلية ليتبينوا أن السدين قد انهار وأن المدينة قد غمرتها أمواج بارتفاع طابقين أحدثت دمارا واسعا وجرفت أحياء بأكملها إلى البحر قامت شركة إنشاءات يوزلافية في سبعينيات بتشييد سدي أبو منصور ودرنة فوقوادي درنة الذي يقسم المدينة ويقع سد أبو منصور على بعد 14 كم من المدينة ويبلغ ارتفاعه 74 مترا ويمكن أن يخزن ما يصل إلى 22.5 مليون متر مكعب من المياه أما سد درنة فأقرب بكثير إلى المدينة وتبلغ ساعته التخزينية 1.5 مليون متر مكعب من المياه شيد السدان من الطين والصخور لحماية المدينة من الفيضانات كما استخدمت المياه المخزنة خلفهما لري المحاصيل وبحسب خبراء جيولوجيا لم تجرى صيانة لكل السدين لسنوات عديدة رغم الفيضانات المتكررة التي ضربت المدينة في الماضي ما جعلهما متهالكين وتعرض السدان لأضرار كبيرة جراء عاصفة قوية ضربت المنطقة عام 1986 وبعد أكثر من عقد كشفت دراسة جرد بتكليف من الحكومة الليبية عن تصدعات في الهياكل بحسب ما ذكر النائب العام ما دعاه إلى فتح تحقيق فضلا عن تخصيص تمويل للصيانة جاء في بيانات هيئة تطقيق حكومية عام 2021 أن السدين لم تجرى لهم صيانة رغم تخصيص أكثر من مليوني دولار لهذا الغرض عامي 2012 و2013 وألقت هيئة التطقيق باللوم على وزارة الأجغال والموارد الطبيعية لعدم قيامها بإلغاء العقد ومنحه لشركة أخرى لتقوم بالمهمة وتم التعاقد مع شركة تركية عام 2007 للقيام بصيانة السدين وبناء سد ثالث بينهما ولا يبدو أنه تم بناء سد ثالث حسب ما أظهرت صور حديثة التقطتها أقمار صناعية